الأولويات أن الاستجابة لذلك موضوع مهم ونحن نعلم أن هذه الاستجابة تكون لفترة وجلسة فقط هناك كثير من المنظمات تعمل بدون شركاء لحماية الأطفال لحماية الأطفال نحن قمنا بتجشين تقارير متعلقة بالتمويل وهذه التحليلات قامت والتي دم إطلاقها في انطاق المتحدثات قامت بإطاء معلومات خاصة في 2022 حول بغض النظر عن التمويلات الضخمة أن التمويل المختص فقط هو 43% في جهات الأمم المتحدة وهذه فقط هي المبالغ تم استغلالها في الاستفادة في حماية الأطفال لحماية الأطفال الذين عانوا بشيخ المباشر من ذلك ووفقا للتقارير نحن ندعوكم أن ترون المفارقات الكبيرة للتمويلات وهذا الرقم مبالغ به ومكانكم رؤية ذلك لذلك ندعوكم أن تقوموا بالمساعدة بتطوير ذلك الدعم وفقا للتكتقار التي تم تدشينها نحن نود أن نصل الضوء على دور الدقوبة الجهود الدقوبة التي يقوموا به هؤلاء الأشخاص وليقومون بإعطاء أولوية وهذا يعني إعطاء الأولوية لحماية الطف في الخطاعات العامة وأيضا للإعطاء الأولوية لتلك الجوالب المهم حتى نتبكي من ذلك يجب علينا أن نضمن بأننا ننتفع من البيانات المتوفرة لنا كجزء من المناثرة والموازرة المتوفرة لنا كجزء من برج الحماية للأطفال نحن نعتبر ذلك كجزءا مهما ونحن نتأمل للاستمرار في هذا التعاون للموازرة والمناثرة والتدابير الوقائية الخاصة لتوفير برامج داعم لحماية الطف والجهود الدؤوبة التي نقوم بها ونحن اليوم نقوم بالتحدث عن ذلك وليقوم زميلي كريغ بالتحدث بإسهاب والشرح بشكل مفصل عن ذلك شكرا جزيلا نحن نعلم أن التمويل لحمة الطفل هو محدود ونحن أن الأدلة الموجودة نعم هي الطرق المثلة هذه الجلسة هي تحليل تلك الأدلة الموجودة بخصوص المؤذرة المؤذرة ما الذي يحدث في العمل الأساني حول الأطفال حول البيان وكيف يمكننا أن نقوم بخطوات فعلية لإنجاح تطوير ذلك حماية الطرف في العمل الإنساني نحن نرى نحن نرى أن هناك من المهم أن نرى كيف يمكننا التواصل مع الأشخاص نحن سنقوم الآن بالعمل معكم كما ترون في الشاشة هناك متصفح جديد هناك غرفة محادثة بإمكان تقوم الضغط عليها هناك عدة أسل يتم طرحها أمنحكم بعض الدقائق حتى تنظموا إلينا ترون الآن في تلك الشريحة وهذه الشريحة هذه الشريحة ما هي أهمية إيجاد الدلائل والبيانات في الجهود المتعلقة بالمؤاذرة والمناصرة بعض الأشخاص يظهون أنه الموضوع غير مهم بعض الأشخاص يظهون أنه مهم صفر هو غير مهم وخمسة نرى أن هناك نتيجة 4.8 4.6 نرى بعض الأشخاص يظهون يظهون أنه يظهون جمع المعلمات المتعلقة والأدلة بجهود المبادرة تعتبر ذات أهمية بالغة هناك لكم دقيقة متوسرة لديكم حتى يتسنى لكم أن تقوموا بالتصويت لاختيار الجوال المناسب الجوال المعلمات المتعلقة 4.6 هذا ينم عن أن الموضوع ذو أهمية بالغة لأن تتسأل من حيث رأيكم ما هي القطاعات الإنسانية التي قوم بالأمل الأفضل في الانتفاع من بيانات والأدلة لتحقيق مناصرة ومؤاذرة ناجحة هل هي أمن الغذاء التغذية الاستقرار حماية الطب ما هي القطاعات الإنسانية التي تكون هي الأمثل في الانتفاع بالبيانات والأدلة المتوفرة من حيث المؤاذرة والمناصرة الناجحة المتوفرة التي يمكنها تصديق ونصد اتمنى أن تقوموا بالتصويت الآن لديكم دقيقة أخرى حتى يتسأل لكم أن تقوموا بالتصويت أتأمل أن نتعلم الكثير مما قمتم بالإدلاء به حول آرائكم المتعلقة بالمناصرة الناجحة شكراً لكم أنا سأقوم بتقديم بالتعريف على المتحدثين الموجودين هناك أمثلة مختلفة حول كيفية الانتفاع من الأدلة والبيانات لتحقيق مناصرة ناجحة لكل متحدثين سيقومون بالمشاركة بأمثلة حول نجاحة في ذلك بعد ذلك تقوم أشلي هاورد وهو مختص في العنف وبعد ذلك سيكون ماريا ستتحدث وبعد ذلك لس بروفسور في جامعة كولومبيا وماريا ستتحدث أيضاً وهي في قطاع خبيرة في قطاع الطوارئ والتعليم والجنسين وبعد ذلك ستقوم رامية بالتحدث والمشاركة عن البيانات والمشاركة وكيفية وما هي تلك البيانات التي تقوم بالتحقيق الانتفاع وما هي الدراسات التي قاموا بها وما هي التغييرات التي أدت للنجاح بعد ذلك سيقوم التحدث بعد التأملات حول ما تم نقاش به وهناك بعض الأسئلة والتي يتطرحها حول العمل الإنساني المتعلق بحماية الطفل إذا كان هناك بعض الأسئلة لديكم فرجت طرحها في غرفة الدردشة في أي لغة تفضلونها لذلك ستقوم أشلي بالتحدث والشرح بإسهاب أهلاً بكم أنا معكم اليوم وتحدث أنا في قسم حماية الطفل ضد العلم وأنا أتحدث عن خطوات الفعالية وفي الأخطوات الإنسانية المهمة حول ذلك عندما أتحدث أن هذه المؤسسة تحدث حول المسائل المتعلقة بالعرف ضد المراقل وأطفال نحن الآن نعمل مع 25 بلد وهناك بلدين قاموا بدراسة خاصة حول ذلك وقاموا من خيمات خاصة للبحث في أمور المتعلقة بالعرف ضد الأطفال نحن شركاء مع جهات مختلفة مؤسسات غير حكومية ومتبرعين بالضبط وهم يقومون بالتعامل معنا بشكل دائم والنموذج الخاص بنا يكون من خلال البنات المتعلقة بالمؤذرة مع الأعمال بالخطوات الفعالية والخطوات الفعالية التي تحدث من العنف ضد الأطفال وتحقيق العدالة الاجتماعية أن العنف ضد الأطفال هناك استبيان خاص تم تحقيقهم من قبل جهة حكومية نحن نقوم بتحقيق ذلك من قبل جهة حكومية والشركاء المختلفين وهو برات تقنية من مؤسسات مختلفة هناك استبيانات وهناك عمل دعوب من المنظمات وهناك عمل خاص بالأطفال والمراهقين وأيضاً هناك أولويات تم الإعطاءها من قبل المنظمة والتصريح عن تلك الخدمات المتوسرة لتلك الفئات المهمشة ويتم طرحها في 25 دولة ويتم جمع البيانات بنسبة 20% من النقاط المهمة المتعلقة بالنجاح أن هناك نموذج خاص هناك نموذج متعلق من حيث الحكومة التمويه والقيادة التي لها دور مهم وحيوي ولها علاقة بالخطوات الفعالية التي يقام بها والطرح المعايير الاعتيادية ضد تلك البرامج حتى نضمن تنفيذ تلك الخطوات التي طرحناها بسابقاً فذلك بإمكاننا أن نتجاوز تلك الشريحة نحن لدينا المعلومات الأساسية وهي وشة عمل في كل بلد ففي كل بلد هناك أطراف الفعالة تقوم بإعطاء أولوية لإيجاد المخرجات الخاصة وتنفيذ الأدلة والسياسات والبرامج الخاصة وإن البرامج الوقائية المتعلقة بالذلك وأيضاً القيام بأخذ خطوات خاصة ونحن نرى أن ذلك تعتبر استراتيجيات خاصة وفق القائمة على بيانات متعلقة وهناك تغيير القيام الخاصة وتغيير الخضرات المتوفرة نرى أن قبل سنتين قامت المؤسسة بدراسة خاصة لأهمية البيانات للقيام بخطوات وقمنا بمقابلات مع أطراف فاعلة وهناك نسبة كبيرة من الأطراف الفاعلة الذي قاموا بالاستجابة بذلك هناك خمسة بالمئة من الأشخاص الذين لم يقوموا بالاستجابة لذلك وهذه المعلومات التي تنفيرها لنا قاموا بتحقيق تغييرات حقيقة حقيقية هناك حقائق مغايرة الأشخاص وقامت هناك مبادرات خاصة مبادرات حقيقية لتحقيق تغييرات جدرية نحن نرى أن في كينيا نرى هنا في كينيا في 2019 قمنا بذلك الاستبيان في 2019 وفي 2010 و2019 هناك ثلثي من ذلك في كينيا وكانت تم خفض العنف ضد الأطفال بنسبة الثلثي وما هي الخطوات التي أدت لذلك كما نراها بين 2010 و2019 كان هناك سياسة خاصة بتقوية وتعزيز الإطارات العمل المتعلقة السياسية والقانونية حول ذلك وهناك أيضاً هو عاملة خاصة بتنسيق قوي يعمل على تجنب ذلك وأيضاً هناك تزايد في التنويل للخدمات وهناك إزاد إزدياد في الوعي في المجتمع بالنسبة للحكومة الكنية هناك 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 إنخفاض بنسبة 60% حول العنف حول الأطفال وهناك حول البينات المتأخرة هناك تعزيز بالقوات المتعلقة بتحقيق العدالة وهناك أيضاً تطوير في التواصل لخدمات الصحية وهناك أيضاً خدمات اجتماعية لحماية الطفل والاستجاب المتعلقة بها وهناك تم القيام بتدريد خطوات في أقاليم مختلفة في البلد وتم تحديد ذلك بنسبة 25% هذا ما أريد المشاركة معكم هذا هو محور النقاش مرحباً دعونا نلقي نظرة على الشركة الأخرى قضيت 20 عاماً في الجامعة هذه طفلة في سنة 1999 في الكونغو كما تبدو فهي احتاج إلى السوائل وأقنعت والدها بأنه يجب أن يأخذها إلى المستشفى عندما بعد ست ساعات الأب اقتفى وأعطيته مالاً ليدفع تكليف المستشفى وقيل لنا أن المستشفى كانت مغلقة لسبب أعمال العنف وأم هذه البناء تبين لنا لاحقاً أنها توفيت لسبب المرض الماء لذلك لم يذهب إلى السوق منذ عدة أشهر في ذلك الوقت وهذا وضح لنا الضرر الذي سببه الصراع وكان ممكن أن تموت لأن أمها ماتت ولأن أباها لم يكن لديه أموال أو لأن المستشفى كانت مغلقة وكان هناك خطر على حياتها وتحدث الناس حول موضوع الموت من الحرب في البصنة والعراق معظم الوفيات كانت من نتيجة أعمال العنف وأعلى معدل الوفيات في العالم إلى ثلاث سنوات في منظمة غير بحية في الكونغو خمسة في المائة فقط من الوفيات كانت من العنف هذا الشريحة التالية عملنا الفحص وجمع المعلومات وبخصوص الجدري المرض الجدري وكان هناك ردود إيجابية السنة التي تلتها في 2021 ذهبنا إلى أماكن كانت آمنة حتى نجري جمع البيانات والاستبيان مئة ألف مثلا نسمة بستة أماكن في 2021 ونفذنا قلنا حسنا إذا البونغا في المحافظة كناديها معدل وفيات كذا وكذا فممكن أن نتوقع أن هناك فعلا نتيجة وفيات لأننا ذهبنا إلى أماكن أخرى ولم يكن بوسعنا تنفيذ تلك المهمة استنتجنا معدل كبير من الوفيات في كل الأماكن التي ذهبنا إليها الشريحة التالية لو سمحتم وما أثار فضولنا نظمة الإنقاذ الدولية قالت لنيويورك تايمز في الصفحة الأولى سنعطيكم تغطية وممكن أن تناقشه ومع النيويورك تايمز وكان هناك تغطية كبيرة حول القصة وفي العام 2000 الحكومة الأمريكية كانت تساند رواندا ولم ترضى عن النتائج ولم ترضى أن تنتقد رواندا بسبب حرب التطهير العرقي وعندما يكون هناك معدل الوفيات عالي أعلى من المعدل الذي جمعناه نحن أن هذه المعلومات هي أداة داخلية مثلاً الشريحة تالية كثيرون من الناس قالوا أن مابوت 2 انهارت دولته وهناك فقر وهذا البروفيال الخاص بخمس أماكن في 2000 كان هناك ازدياد في عدد السكان وفي العمرية السنة الأولى والسنة الثانية كان هناك ازدياد في هذه الأعمار لذلك سنة بعد سنة كانت تختلف البيانات وفي كونغو الشرقية في كل مكان في سنة 2000 و2001 كان هناك عدد قليل من الأطفال وعدد قليل من الأطفال ذوي الأربع سنوات وهذا يعني أنه ليس فقط مابوتو أنه يعمل هناك لكن شيئاً ما حدث أن الأطفال الصغار هم الذين يتعرضوا للوفيات وهناك أطفال آخرون يتعرضون لضغوط معينة الحكومة الكنجلزية تقول أنها منها كمشكلة مع رواندا وههم يكذبون هذه البيانات التي جمعناها في المناطق التي فيها معدل وفيات عالية رأينا نسبة كبيرة من السكان تحت عمر خمس سنوات والمثير كان أنه نظرنا إلى ثلاثة معلومات ثلاثة استبيانات في ثلاث سنوات متتالية نفس الأسئلة وفي كل سنة كان هناك نسبة كبيرة أقل من خمس سنوات تقل نسبتهم هذا ما جمعناه وحاولنا أن نخبر الآخرين بهذا الموضوع الأمر ليس معقد لماذا يكذبون لماذا تكذب الحكومة وتقول أنه أن هناك كلمة وفيات بسبب الصراع الشريحة التالية أو سمحتم إذن هذه البيانات المتعلقة بنسبة الوفيات في سنة الألفين سبعة مليون اعتقدنا أنهم ماتوا وبعد عدة أسابيع الأمم المتحدة مررت قرار كانت أنه يجب أن يكون هناك انسحاب من كونجو الشرقية وأولادة المتحدة مولت في سنة أكتوبر بعد عدة شهور مولت هذه الدراسة الاتحاد الأوروبي أيضا مولى هذه الدراسة وكررنا هذه العملية في 2001 وبعدها رأينا أن نسبة الوفيات 2.5 مليون وفي واشنطن بوست قالت أنها تتحدى نيروك تايمز وأوفدت شخص إلى الكونجو وفي الأسفحة الرأسية الواشنطن بوست غطت تغطية كبيرة لهذا الموضوع ولكن ما أثارنا في هذه القصة IRC السليب الأحمر منظمة منظمة الطفولة قالوا وعندما زودوا الخدمات الطبية في المناطق التي فيها نسبة موفيات كان هناك نسبة موفيات أقل عندما تدخلوا وزودوا الخدمة الطبية وأنفقنا أربعمائة ألف دولار لماذا المتبرعون أتوا إلى الـ IRC وأرادوا أن يعطوهم أموال لأن تغطيتهم كانت ممتازة وأرادوا أن يتعاطفوا مع الحدث هناك وكانوا ناجحين في 9 سبتمبر حدثت الأحداث في أمريكا وهذا أثر على العمل الشريحة التالية لو سمحتم منذ 30 عاما مضت عندما كنا نقيس مستوى الوفيات في الأزمات الإنسانية عدة أشياء حدثت وجعل قياس نسبة الوفيات التي تجريها المنظمات غير الأهلية ليست ذات أهمية وليست ذات أولوية وهناك بسبب التعقيد للبرامج هناك حدث قليلة هناك نسبة وفيات كثيرة في السبعينات في مينمار في 2017 مثلا وكان هناك كثير من الأماكن واحد نسبة واحد في المائة من السكان لم نكن نرى تلك الأشياء في الـ 12 سنة الماضية كان هناك انفصل سياسي بين الانفاق الإنساني في عدة الدول وقوات الحكومية وهذا ازداد وقياس نسبة الوفيات كانت صعبة بسبب التحديات السياسية خلال السنوات الماضية وأجلت بعض المنظمات قياس لنسبة الوفيات وفي تيجري لم يريدوا أن يغضب الحكومة والداعمون والمنظمات قالوا أنه يجب أن تقيسوا عدد الوفيات من نسبة صحيحة دقيقة لفضلك عدة أشياء حدثت وأثرت على قياس نسبة الوفيات للأشياء العملية لهذه النتيجة لم تكن ذات أولوية المتحدة وأنك دعم منظمات وبرامج معينة حتى تجمع البيانات وكان هناك دعم عقلة في الدعم وأثرت على البرامج الصحية ولم تؤدي إلى نتائج بسبب قلة الدعم المالي وهناك تقدير سأنتهي الشريح القادم لو سمحتم بالمختصر كان هناك نجاح ممكن عشر مرات أجريت تلك هذه العملية في نسبة وفيات وفيات وفي الكثير من الأحيان كان هناك نجاحات وهناك كان فشل أو قلة في النتائج شكرا لكم مرحبا 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 خير أن هناك مشكلة في التمويل وهذا يؤثر عن نتائج بالفعل أعتقد أنه من المهم أنني ستحدث عن هذه النقطة بتفصيل ولم ولم أجيب السؤال الذي سئلت به وأعتقد أنني أريد أن أثير أن أستفزكم فأذهب إلى ما قاله زميلي وموضوع البيانات التي بحوزتنا البيانات الكثيرة التي جمعت والتي أثرت على تنفيذ البرامج وكيف تعاملنا مع هذه البيانات أريد أن نتحدى العملين في مجال حماية الطفولة المناطق التي نعمل فيها 50% منها أطفال هذا يؤثر على عملنا في العمل الإنسان 50% من نسبة السكان ومن أطفال الذين يحدث لهم العناية وهم يتعرضون للمخاطر والضعف ونعرف ما هي الإمكانيات وما هي مشاكل التغذية مثلا يعانون من عدة مشاكل وموثقة بعدة عقود ولدينا مشكلة حماية الأطفال وهي موجودة منذ طويلة في كل صراع يكون مثلا يكون هناك بطوء في حماية الأطفال الأطفال الذين ينفصلون عن عائلاتهم وهذه مؤشرات بأنها تحدث في سبب الصراعات وإذا قرنا تلك البعينة بالحقائق التي موجودة معنا من صراعات مختلفة وكوارث مختلفة هناك هناك احتياجات وأنك الوقت مطلوب لكي نجري ونحدد الوقت المطلوب لإجراء هذه الدراسات لماذا نجري هذه البيانات وجمعها في كل صراع نعرف البيانات متوفرة أنك شخص يضحك هذه البيانات ستحق إذا نظرنا إلى شريحة معينة من المجتمع أخذت وقت التحصل على حقوقهم وصلنا إلى مرحلة قد لا يجب أن توفر لدينا معلومات حتى يحصل على حقوقهم هذه الفئة التي همشت كان علينا أن نقل برامج ونجمع البيانات ونرى ما المناسب ولكن أهم شيء أن نقدم الخدمة وليس فقط لستة شهور ونجري التقييم على هذه البيانات ومن ثم نتشف أن هناك 2% من الأطفال الذين نعرف عنهم ما الذين يفعله هذاء الأطفال لخلال الثلاثة أشهر الماضية هذا ما أدافع عنه أعرف أنه هناك قد يكون معارضة التحالفات التي تركز عليها هذه المنظمات لحماية الأطفال في المجتمع المختلفة حتى يعملوا في هذه إطار العمل وجمع الأدلة أنه لا يجب عليهم أن يثبتوا دلائل ويكون تقييم مثلاً أنه يجب عليكم أن تثبتوا لنا أن هناك أطفال ليس لديهم أولياء أمور أرم 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 الخدمات التي يحتاجون ها ونقارن البيانات نسمع في المجتمع الدولي هذا موضوع هذه كما تسري الأمور المتحدة أنه لوجد هناك بنية تعمل هيكلية معينة دعونا مثلاً نبني مراكز أطفال في الصومال دعونا نبني مباني في جبوتي وعندما نكون جاهزين حتى يأتي الفكرة لا يجب أن نندم على تثبيت هذه البيانات والاستثمارات لم نتعرض للندم عندما قدمنا هذه الخدمات مثلاً في الأطراف الخدمات البسيطة الأساسية نحن نركز على البنية التحتية ولا نندم عندما ننفذ استثماراتنا لأنه ضروري ومثلاً العيادات الطبية يجب أن تكون متاحة وكوفوط في الجائحة حماية الأطفال لحماية الذين يزودون الحماية والخدمات الطبية للأطفال يجب أن لا نندم أنه يعني البذل المجهود نبدأ البرامج ونجمع البيانات ونجمع بيانات إضافية ومن ثم نعيد توجيه برامجنا لا أتحدث منذ أمد نطول أتحدث خلال فترة الستة أشهر الماضية ونحن نعمل في مجال تزويد هذه المعونات والخدمات أعتقد من الضروري نعونا نبدأ ما نفعله ونكمل ما بدأنا ونجمع البيانات وما ثم الآخر وأعتقد أعتقد أنه شيء مؤثر أنه من المتحدثين الآخرين كيف يدرب الجهات الداعمة يعطوهم تأشهدات مثلاً أو نصائح حتى يعرفوا مزيد عن حماية الأطفال أنا مثلاً خبيرة في مجال حماية الأطفال هذه خلفية وهذا ما أعمله وذلك الأشخاص الداعمون زملاء لا يعرفون ما هو المقصود بحماية الطفولة هناك مثلاً أولويات لديهم مثلاً مضوع الصحة مضوع تزويد الأطفال الغسيل ولماذا لماذا لا نعتبر حماية الأطفال بأنه جزء موروث من المجتمعات هذه ليست لدي معلومات دقيقة ولكن يمكن أن نبدأ أن نجري دفاعاً وتوعية حول هذا الموضوع وليس بالضرورة أن ننتظر حدوث كارثة يجب أن نجبع المعلومات ونتنبأ ونتعلم من الأشياء التي حدثت ونبني عليها ونفع ما هو المقصود بعمالة الأطفال بناء عن تجربة السارقة ونقيس النجاحات بناء عن المعلومات لذلك يجب أن ننتظر حدوث كارثة ما فأتوقف الآن وأكون سعيداً لمشاركتكم في هذا النقاش فأتحدوني لو أردتم وطرحوا الأسئلة عليك شكراً لكم شكراً أنا راميا وخلال 20 دقيقة سأدير هذه الجلسة شكراً لكل المتحدثين الثلاثة والحلفاء الشركاء الذين سحلوا عقد هذه الجلسة هناك مبادرات مهمة في حماية الأطفال وقد لا نكون على دراية في بعض الأمور مثلاً جمع البيانات وما هي أهميتها وكيف ننفذ ونترجم هذه البيانات لأصحاب المصلحة والداعمين والعملين في هذا المجال لذلك قد تكون فجوات ويجب أن نعمل سوية على سد هذه الفجوات وبالطبع هناك عمل دأوب يتم تنفيذه وهناك أمثلة ونتمنى أن ننظر نتطلع إلى سماع أمثلة وهذه نقطة مهمة أردت الحديث عنها وما أحب عمله هو نتحدث اليوم ما الذي يجب علينا فعله بشكل أفضل باستخدام هذه البيانات المتوفرة كيف ممكن أن نحسن عملنا تكتيكاتنا واستراتيجياتنا بناء على المعلومات ونكون هناك أولوية ونعيد ترتيب أولوياتنا بناء على الحاجة نفكر في الدروس التي نتعلمها من تجربة آخرين أحد الأشياء التي أود أن أقولها بخصوص مراكز الأبحاث المتخصصة في حماية الأطفال يتطلب كثيرا من الوقت والتصميم البرنامج والبحث وجمع المعلومات والاستراتيجيات وقد يكون هناك مشاكل والعملون في هذا المجال يطرحوا أسئلة مثلا ذات علاقة ويكون هناك تزويد نصائح معينة لكن قد لا يكون لدينا القدرة على أن يكون هناك شفافية في هذه العملية الذين الباحثون يجدون في الغرف ويبحثون على المعلومات وكيف يكون هناك شفافية ووضوح ووصول إلى المعلومات الدقيقة وكيف يكون هناك أن يكون هناك غموض يجب أن يكون هناك شفافية ويكون هناك هذه الأبحاث تكون واضحة وذات مصداقية ونعتمد على الموارد والمصادر الصحيحة ويكون هناك توضيح لبعض النقاط والمفاهيم غير الواضحة يجب أن يكون هناك أسئلة تطرح أرد أن نعلق على هذه الشيئين وهما مهمين جدا هذه أمثلة مهمة أعتقد بمعظم هذه المحاضرات التي تحدثتم فيها أن يكون هناك جذب للاهتمام ويكون هناك نتائج ونعلق على الأشياء التي أهملت ونتعلم على موضوع العنف وموضوع المشاكل والفجوات ونلتم مع بعضنا البعض حتى يكون هناك هذه حقيقة ما يجري عندما نتحدث حول موضوع البيانات والمعلومات وممكن أن نتحدى الأشياء لكن بلينا بيانات يجب أن نرتكز عليها ونتوقع التكاهنات بالصراعات قد تؤدي إلى مشاكل وتحدثتم حول موضوع الصعوبات هل المعلومات آمنة هل تتوفر المعلومات أو قد يتم تغييرها ويتم اللعب والعبث بها وأعتقد أن هذا المثال مهم ويجب أن نقوم بحسبنا وكيف نقوم بمواجهة تلك الأسئلة وهذه جزء من البحثة التي نقوم بها في إطار عملي تدعونا لبناء فهم واضح حول ما هو مهم وأيضا العواقب المتعلقة بالسياسات وأيضا القيام بالتعرف على العواقب وأيضا النقاط التي تم شرحها والنقاط الأخرى هي التنتسام والتناسق عندما نتحدث مع الأشخاص حول كيفية الأمل والإطار الخاص به حيث بمكانا أن نكون ناجحين الآن ولكن هناك تغييرات تحدث وقد لا نكون ناجحين بعد ذلك لذلك هناك عوامل وتنقضات متعلقة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار بذلك أود أن أهنكم على على اللمحة المهمة التي قمتم بتقديمها أود الآن أنتقل إليكم في المرحلة المختصة بالأسئلة والجبا حول الأمثلة وبعد ذلك سنقوم بالتحدث مع الأشخاص هناك بعض الأسئلة حول الأمثلة والأمثلة ليست فقط حول الفهم التي تقدمنا بمسبقة ولك حول المسائلة أيضا وكيف يمكننا تعزيز ذلك وما هي مواطن القوة والتي يجب أن نقوم بالتركيز عليها وكيف نقوم بتقوية الفعالية وكيف يمكننا أن نتعلم دروس المستفادة ونجد أن تلك الدروس تتمحور حول نقاط التي قمتم بذكرها بشأن البحوثات والتي تدل على أهمية بالغة لخم سنوات قادمة أو عشر سنوات قادمة ما هي تلك التغييرات تغييرات وهذه هي الاحتبالات التي تقوم البحوث بالإدلاع بها لذلك أقوم بطرح تلك الأسئلة حول التنسيق هل يمكنكم إخبار كيف يمكنكم تحدث عن ذلك الثقة التي تكنوها لذلك البحوث والبيئة التي قمتم بخلقها والتي تمحت لكم تخلق هذا التسام والتناسع للتصميم ذلك هل بإمكانكم إخبار عن تجربتكم عندما كنتم بتصميم ذلك البرنامج لقد يكون بإمكاني أسمح لكم بثلاث دقائق لتحدث عن خبراتكم شكرا و أن تحدث عن كيف قمنا بذلك بشكل تامير هناك خطط واستقبلية قمنا بالبدأ بها ولكن قمنا بذلك في 2007 في 2007 قامت الهكومة بالتوصل إلى مشكلة التعاون المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والإدساءة التي قام الأطفال التي تعرضنها من قبل معلميهم وهناك مؤسسات قامت باستبيان وطني حول المعلومات الخاصة بذلك والحالة العفو المتعلقة ضد الأطفال والمراهيقات وهناك بعض الأمور التي أدت إلى انخفاض ذلك العفو بـ 80% ضد الأطفال مع وجود تلك المعلومات قمنا بتتوصل حول حماية الأطفال هناك هرم بشكل تسلسلي هل هناك أطفال هل هناك عائلات يقومون بالإبلاغ عندنا هل هناك حالات قليلة فقط تقوم بالإبلاغ عن ذلك ونحن نقوم بجام بيانات بشكل شامل دود جودة عالية وهذا يقوم بتوفير حماية للأطفال وسريتهم وخصوصياتهم قد يكون هناك تغيير خاص للبرامج الخاصة بالحكومة والخطوات الفعلية التي يقوم بها لكن هناك تغييرات عامة وفي السنوات الأخيرة هناك بعض الدول التي قامت بتغييرات جذرية وحقيقية وتلك الخطوات ليست برخيصة ولكن وفقا للتبرعات الموجودة دينها من الممولين المتوفرين سواء كانوا من خارج بلد أو داخل بلد أو خارج وهناك استبيانات عامة وهذه فكرة تساعد تساعد كيف وماذا وماذا نحن نحن تساعدنا حول فهم ما هو يتوجب علينا القيام به عندما نرى البنات الخاصة بالدول المختلفة نرى تلك التغييرات الطارئة المحلية التي تحدث ونرى ما هي الأمور التي يجب علينا أن نقوم بتسليط الضو عليها أتوقعتم بتسليط الضو على أسئلة مهمة ولكن يتوجب علينا التركيز على البلد هناك بعض النقاط التي تجبر البلدان أن تقوموا بطرح ذلك السؤال ومن هم الأشخاص التي يقومون بطرح ذلك السؤال ولكن ما أقوم بطرح هو انتقال لبعض الأسئلة التي يتم طرحها في الاستبيانات الوطنية الأخرى ورأينا ذلك في دول مختلفة كيف يقوموا بالتكيف كيف يقوموا بالتكيف بالقيام بفرحة تجربية شكرا للقيام بالتجربة بذلك نحن نأمل نحن أن يكون ولكن نحن نود أن نفتول أن هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا ونود أن نحتفل بذلك وفقا للتعليقات التي تحدثت عن العوامل السياسية حول المستجدد والبحوث ومن المهم جدا ما قمتم ومستفز جدا ما قمتم بذكره حول الدور الإعلامي والسياسي حول إيطال الأولويات ولكن هل لديكم رأي ما هي الدروس المستفادة حول الاستبيانات التي قمتم بها هناك استبيانات التي تتم القيام بها هناك مصادر ولكن أيضا هناك سرديات معينة والقدرة على تبني السبل والنهج مختلفة هل بإمكان العودة إليكم وسألكم ما هي أطروحاتكم أو لذلك حول جمع البيانات كيف بإمكانكم العمل مع تلك النظم أو العوامل السياسي أنتم نعم هناك صورة للطفل يقوم بالغسل على الشاطئ البحر عندما تحدث عن الصح عندما تكون المعلومات متوفرة فإن هذه الصورة تكون ذات أهمية بالغة أكثر من الصور التي فرها من الصعب جدا أن نقول ما هي الأمور المتعلقة بالأجندات الإنسانية عندما كانت تحدث موريا تناصر العوامل الخاصة بتعليم حول مسألة العفظ للأطفال مع برامج المتعلقة بحماة الأطفال المنفع الخاصة بها بعد عشر وعشرين سنة حول جميع الخطوات العملية النافعة نرى أن المرفع تكون في عشر أو عشر يوم لذلك أن جميع ما نقوم به ما تقوم به إيسو إي هناك مائتين دولار هذا هو كل ما تعجز الحكومة الأمريكية من الإنفاق لذلك أود أن أركز على الموضوع التي قمتم بذكرة عندما أفكر عندما أفكر بالبيانات الزرامية عندما يقوم الأشخاص بالتصور وفهم على المضط وعلى سبيل المثال عندما يكون هناك طبيعي في موزنبير عندما يقوم باستبيان خال في الحرب في موزنبير بعد ذلك بسنوات عديدة نرى أنه هناك طفل قد يكون متعرض للموت في عمر الرابع هناك بعض الأشخاص الذين الأمهات الذين قاموا بالولادة دون أن يكون هناك إشراف طبي فنرى هناك فرق بالق قبل 25 سنة هناك تغيير جذري لذلك عندما أفكر بزمال لائد عندما يعملون في يونسيف في المرامج الخاصة بالأطفال وبعد سنوات عديدة نرى أن هذا البرنامج سبب ضررا جسيما لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن كل الخطوات التي قامت بها وهناك غضب عاري من الأشخاص الذين قاموا بالقضاء وقت طويل في المخيمات بالإحساس بالأمن فذلك لا تكون هناك حاجة ملحة لذلك ولكن أرى أن مجتمع حماية الأطفال لم يقوم حتى الآن بالجهد الذي يحتاج له لتوفير دروس مدرسية للأطفال وأيضا السماح للأمهات بالعمل للساعة الأطول أن تكون هناك حضانات هناك أمور عديدة بإمكاننا تحقيقها كما قلت وهذا يتطلب رؤية على مدى طويل ويساعد الأشخاص أن يقوموا بتحقيق ذلك ولكن هذه البيانات غير متوفرة حول هذه المعلومات التي قمنا بالتحدث عنها شكرا جزيلا هناك هناك الحقول المتعلقة بالأطفال والذي كان قيام به ما هي التغييرات وما هي الأشياء التي نقوم بتغييرها وما هو البناء الذي نقوم به وهناك بعض الأشخاص التي تطلب منك أن تقوموا هناك متواجن لفترة طويلة هل لديكم أي معلومات هل لديكم اقتراحات وتوصيات حول تعزيز الخطوات التي تقوم بها اللجنة كيف يمكننا تطوير ذلك هل هناك أي أفكار لديكم تخيختين إن تفضلتم بالحدوث عن ذلك نقطة مصرية تماما كما قال الزمين نحن نملك الكثير من البيانات حول ذلك سأعطيكم مثال في HSBC كيف يمكن أن تقوموا بتدخلات خاصة في HSBC تقومون بتطوير المخرجات المتعلقة بالأطفال إذن الشخص الذي يقوم بالاعتناع بالطفل يقوم مرتاحا هناك خطوات فعلية لذلك هناك بيانات متوفرة لدينا في هذا التفاعل مع المنظمات الأخرى ولكن لا نقوم باستخدام تلك البيانات لا يوجد هناك شركاء يقوم بطلب تلك المعلومات قمنا بذلك لمدة ثلاثة شهر وهناك أجوبة وهناك مخرجاتنا متعلقة ولكن نحن نعمل بصم ونحن أيضا نخاف من أن نقوم بتجربة شيء جديد لذلك هناك مثال مثير للجدل قمنا بالبدء مع حملا جديد مع الشركاء وكانت هناك اتجابة من زملائنا في الصومال حول الحالات العملية ولم تكن تلك الحالات هي استبيانات ولكن كيف يتم توصل تلك البرامج والمعلومات حيث القبل الأشخاص حتى لا يقوم الأشخاص بقيام باختيار الخطأ بترك الأطفال لوحدهم أول أمر المتعلق بالحمال الذي يجب أن نتحدث عليه هو أمر لا نرى عندما نعود إلى الخطوات السابقة يجب أن نقوم بتوفير التوعية للمتبرعين عندما تكون أمور سيئة بإمكانكم تغيير الأمور الأخرى وكيف تكون الصراعات وهذا يجب أن يحدث بشكل تدريجي وهذا ما نقوم به وهذا ما نقوم بالتحدث به مع الشركة قوموا بالتحدث لنا لا يجب أن يكون هذا الحديث في شكل عرض مع بيانات شاملة ولكن يجب أن يكون هناك تواصل دائم حتى نتعلم ذلك وهذه هي النقطة الأساسية لإيجاد هذا الحوار شكرا 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 بشكل عام الختام المهم جدا أن يكون هذا تواصل يجب أن نرى لقاط النجاح أن يكون هناك توازن وبعد ذلك نقوم بمشاركة في ذلك شكرا جزيلا لكم بإيجاد ذلك المساحة وأتمنى أن يتعود ذلك لحوار آخر على سبيل المثال نرى هناك بعض الأسئلة التي لم نقوم بالرد عليها ولكن هناك سؤال كيف النقطة ذكتها حول التضامن والعمل مع القطاعات المختلفة هناك مثال واضح حول العمل عبر القطاعات المختلفة عندما ننظر الروابط المختلفة حول التجارب المختلفة لذلك الآن ستقوم بالتحدث لختام ذلك شكرا جزيلا لجميع المتحدثين معنا اليوم شكرا راميا لس ماريا واشلي شكرا جزيلا لكم بكوننا نتحدث لوقت أطوات ولكن يجب علينا أن نقوم شكرا جزيلا لجميع الأشخاص الذين انضموا إلينا جميع الأشخاص الذين انضموا ليلة الذين اهتمام خاص حول البيانات ولديهم تأثير عالي وأيضا هناك بعض الأفكار وسيماكن الكثير بالعمل الذي يجب علينا أن نقوم به هناك نقاط عديدة سأتقل للشريحة التالية هذا التقريب يمكنكم استخدام بمسح الـ QR لتحصل على المعلومات هو النقطة الأولى هي القراءة والنقطة الأخرى هي الانضمام لنا في التدابير المتعلقة بالتقييم والعمل الدعوب المتعلق بالأدلة وبعد ذلك هناك التمويل إذا كانت لديكم الرغبة بطيئة بتمويل إذا كانت لديكم الأدلة المتوفرة يجب عليكم التخاطب معنا إذا كانت هناك بعض الأمور التي تريدون أن تركزوا عليها دعونا نتحدث عن ذلك بإسهال نحن الآن يجب علينا أن نقوم بخطب الجلسة شكرا لجميع المتحدثين شكرا للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل شكرا للمتاجمين والأشخاص الذين قاموا لم نقوم لاتسنى الوقت بدرت على جميع الأسئلة التي قمتم بطرحها ولكن بإمكانكم طرح تلك الأسئلة على المواقع والآن ويقوم المتحدثون بالرد على تلك الأسئلة شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم يوما سعيدا شكرا جزيلا لكم شكرا